موسيقى السلام عليكم برحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة التعليم المتطور النهاردة هنكمل بارتو تو في شابتر اه وان اللي بتكلم على الاول نيتشورور والعالم الطبيعي بتاعنا كنا تكلمنا في جزء الاول على الهابيتات اللي هي اه الموطن وان كل انسان وحيوان ونبات لموطن بيتكيف انه يعيش فيه يبقى احنا عندنا الكلمة اسمها هابيتات الهابيتات can be hot يعني يبقى حر warm دافي or cold او بارد كمان it can be dry or rainy what is the difference between two words يعني ممكن يبقى جاف او ممتر زي مثلا عندنا في فاصل اللي هو summer season في الفاصل الصيف عندنا مصر بتبقى ايه بتبقى dry بتبقى جافة ما عندناش امطال لكن في فاصل الشتاء بيبقى في rain تمام يبقى احنا عرفنا عرفنا states of habitat او حالات ان تبقى الموطن ده شكله عامل ازاي طب kinds of habitat اللي هي في desert برضه عايزين نعرف الكلمات ديان desert يعني اللي هي الصحراء forest اللي هي الغابات rainforest اللي هي الغابات الممترة delta delta و lake ده عندنا كمان اللي هي lake اللي هي البحيرات و البونس اللي هي بقع الماء او زي الترعين وقلنا ان في كل habitat بيحصل survive survive اللي هو التكيف تكيف ان النبات او الحيوان يقدر يعيش في الموطن ده تعالوا بقى for animals عندنا هنا حاجة اسمها ال brown pear اللي هو الدوب البوني ال habitat بتاعته اللي هي forest اللي هي الغابات فبيقولك جاب شوية معلومات عن brown pear وبيقول ال habitat بتاعته the brown pear lives in the forest forest have trees and rocks to climb فهو عنده بما انه هو بعيش في الغابات in the forest يبقى الفورست دي فيها trees وفيها rock اللي هي التشكور العالية والسخور عشان تساعده انه يعمل climb فحصل عنده survive تكيف علشان يقدر يعمل او يعيش leave at this habitat اللي هي ايه الفورست برافو عليك ايه هي survive بتاعته عنده قالك ان brown bear has thick fur يعني الفورو بتاعه brown bear has short clouds عنده ايه مخالب brown bear has strong teeth عنده اسنان كوية بعد دا كله سألك سؤال بيعتمد على الكلام اللي هو قاله قالك why does brown bear have these features ليه هو اصلا عنده الحاجات دي احنا اتفقنا ان هو عايز يعمل ايه يعمل survive طب survive اللي هو التكيف طب ليه بقى طب احنا اتفقنا ان هو عنده الفور دا اللي هو الفورو علشان ايه بروفو help them survive the wizard ان هو بتكيف مع ال wither بتاعه طيب او لواء الطقس ايه الشرب teeth ايه help them eat ياكل طيب clouds clouds عشان help them move اوكي طيب ايه الفورو الفورو كمان ممكن يستخدم في حاجة كمان غير ان هو survive the wizard ان هو help them hide hide ازاي بقى ان هو بيختفي جوه الصخور ولونه ايه البوني دا اللي هو البرون بيسمح له ان هو يبقى as the same color as rock ان هو يبقى زي لون الصخور فهو يساعده ان هو يعمل hidden اخفاء تعالوا نروح على بعد كده وهيجاب لنا sheet جميل اوي وهو ان عايز يعمل animals ان كل animal زي ما اتفقنا عنده feature معين او part of his body بيساعده help them to survive اوكي طيب انا عايزة اجايب لي هنا ايه the pictures و جايب لي بتاعتها اللي هي الوينجز و spots peak والتيس والليج والفن وال strap يعني ايه كل واحدة لوحدها الوينجز يعني الجناحات ال spots اللي هي البقعة اللي بتبقى الجلد والبيك اللي هو المن والتيس اللي هي الاسنان والليج اللي هي الرجل والفن اللي هي الضعنفة وال اللي هي الخطوط اللي موجودة على الجلد هو عايز يعمل يعني تصنيف بيقولك ان الحيوان كل حيوان من دول عنده feature معين بيساعده علشان يعمل ايه زي ما احنا اتفقنا قبل كتب في ففي واحد بيعمل وفي جزء بيعمل و واحد حاجة خاصة بالهيد تعالوا نشوف اول حاجة اللي هي الوينجز اللي موجودة في الضعر الوينجز تبقى اللي موجودة اللي موجودة في الفوكس تفتخروا هي بتساعده في هي اكيد مش هتبقى في ولا في الموفينج الفيتشور بتاعه ده موجود في هناخد الجزء اللي بعد كده والشيط بعنوان my animal فبيقول لك throw a picture of an animal that would live in the same habitat as our classroom garden هو عايزك تعمل ترسم وتقول ان الانيمال اللي ممكن يقدر يعيش هنا ايه اتفقنا ان البلانتس والانيمال have features that help them live in their habitat معنى الكلام ده ايه ان عندهم اجزاء اللي الفيتشور دي بتساعدهم على انهم يعيش في موطنهم تمام طيب الجوردن اللي هي الحديقة تعرف هي بيقول place where we grow plants together بيبقى في مجموعة من النباتات مت مزروعة مع بعضها على حسب الكلاصروم بتاعتك موجودة في اي مكان في مصر احنا اتفقنا ان الهبتاء بتاعتنا ممكن ماي بي او كان بي كود يعني حر صوني يعني مشمس كود بير دراي يعني جفة ويت يعني مبلالة او ريني طب الفرق ما بين الهوت والصوني انه بتبقى شديدة الحرارة زي الاماكن الموجودة في ساو في ايشيبت اللي هي في جنوب مصر وبتبقى حر او شديدة الحرارة على عكس الاماكن الموجودة في ايشيبت اللي هي في الشماء بتبقى صوني بتبقى مشمس كمام يعني نعرف الفرق ما بين هنا عايز نعمل الاول الكوردن وزين نبدأ نصنف النبات او عايزين نبدأ نرسم النبات على حساب الأجزاء بتاعت النبات الاول هنرسم الكلاي اللي هي التربع او الطويتين اللي موجود في النبات ده بيبقى لونه ايه سكولور از براون افتر ذات ويدروز ستيم احنا عرفنا الأجزاء بتاعت النبات اللي هو الصاق وبيبقى سكولور ايز جرين افتر ذات ليف طيب ايه تريانجل اوكي حنبدأ نرسمه علشان نبدأ نعمل علاقة ما بين الاشكال والوان الأجزاء النبات طيب الكلاي بتبقى على مسلا تبقى الشكل بتاعها ريكتانجل واللون براون بعد كده اللي ستيم بيقردو ريكتانجل واللون جرين افتر ذات اللي هي اللي هي الأوراق وقلنا بيبقى شاب تريانجل خلاص وبعد كده اللي هي فاكرين اللي هي اللي هي البذور والبذور دي كان بتستخدم في ايه لو نفتكر قلناها وفي الكروس في نمو النبات تاني تمام تمام طيب هندخل في جزء تاني اللي هو البيجر والشيط ده بيحكي عن الكبير والصغير ومش الكبير والصغير وهيزي عمنا نعمل كومبيرنج والصيغة بتاعة الكومبيرنج دي بتتم ازاي في البداية عايزة اراجع معك حاجة اخدناها مهمة كتا وهي البلانت سنيد بلانت سنيد فايف سينز فاكر انهم كان بيحتاج خمس حاجات مهمة جدا ايه هي ال ووتر سونلايت و كمان السبيس طيب بالنسبة للشيط هنا هو عايزك تعمل او تعرف يعني ايه صيغة الكومبيرنج اللي هي المقرنة بتعني تقولها بالعرب الاول فبيقول لك مساء او انت اطول من زميلك فبيقول انا اطول من زميلي فبتقول ايام طولر طولر يعني اطول بنحط للصفة جنبها زين ايام طولر زين احمد دي بالنسبة بقى تعالوا للنباتات عايزين نعملها نقول النبات ده اكبر من النبات ده والنبات ده اصغر من النبات ده قبل ما نعمل الصفة هو طالب منك انك درو ابيجر فلاور و يالو و درو افلاور يعني هو عايز واحدة سمول والكولور بتاع هي بريد والكبيرة حنرسم الاتنين دول وبعد كده حنبدأ نعمل الشيط اللي هو ايه ان احنا نقول ان ال يالو فلاور سبيكور سين ها ريد فلاور و ريد فلاور سمول زين اليالو فلاور خلاص يبقى دي صيغة الكمبيري وده الشيط هيتحل في المنظر ده تمام تعالي نخش على الشيط اللي بعده ومعلش المعلومات موجودة في الشيط ده في الشابت ده كتير فانا مش عايزة افوتها لان هي كلها مهمة تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده بيقول لك the visitor from space اللي بتقول the space visitor misses the bus the space visitor comes to your cross room the space visitor is thirsty you get the space visitor water the space visitor asks what is the water وجايب لك the five cents تحت فاحنا هنعمل revision على the five cents فاكرينهم طبعا hearing smell test touch sight هنعرفينهم لو سمعوا بصر شموا تزوق وكمان اللمس الفيزتور دوا مش عارف يعني ايه ما هي فسألهم what is the water الوطر دي ممكن تكون ايه فبيقولك can you describe water according to the five cents انه ممكن نوصفها على نوصف الوطر دي بالحواسي الخمسة فتقدر تقولي احنا نعرف المصغوط العامة للمية ان المية ليس ملهاش ريحة ولا طعم ولا لون المية ملهاش ريحة ولا طعم ولا لون زرز نو زرز نو تست زرز نو تمام تمام تعيب وعايزاك برضو تناقش والموضوع ده معمم تعال بقى احنا خدناها قبل كده الماب دين لو طبعا مستقربين هممكن تروحوا في كيجوان اخر جزء موجود في الترم الاول كان نستخدم الماب في ايجيبت اللي هي خريطة مصر واللي كنا تكلمنا عن الرحلة بتاعة المركب اللي كانت من الجنوب للشمال فبيقولك في الخرايط بيبقى عليها مدلولات للالوان وان الكل لون لمدلول خلاص يعني ايه يعني الكوز اللي هو البلو بارت بيبقى ووتر واليالو بيبقى الديزورت بلوس والجريم بارت بيبقى اللي هي الاراضي اللي هي الزرعية او الارض المزروعة فهنا بقى بيقولك كان يوفاين زا ووتر فانت لو جيت بصيت على الماب دين هتلاقي اجزاء مرسومة بالبلو لاين دي معناها ان دا ايه دي موية طيب تعالوا نقول ان انا هقولكو عالمساميات وانتو هتحطوها على الخريطة الريد سي اللي هو البحر الاحمر ويلا روح حطها على الخريطة عندك ريفر نايل اللي هو نهر النيل والميدترانيان سي اللي هو البحر المتوسط وليك ناصر جميل طيب بيقولك هنا في الشيط دو دا دا طايم سكاي فبدام جاب سيرة السكاي فاسألك السكاي بيقولك what do you see as the sky انت ممكن تشوف ايه في السكاي اللي هي ايه ولاد اللي هي السماء طيب اه يعني تيور كلاودز اه صحب واهم حاجة بتبقى موجودة من الصن ودول كلهم ناتشورال اوبجيكت اللي هما اجزاء ايه اللي هي موجودة في الطبيعة اجزاء الطبيعية يعني مصنوعة من او صنع الله اه مش باي اه او باي هيومن يعني مش مصنوعة من الانسان فبيقولك draw picture of yourself and your shadow فاكرين الشادو كنا خدناه برضو السنة اللي فاتت ازاي ممكن نعمل الشادو ده عن طريق ايه ان احنا كنا عملنا القبعة لو فاكرين الهاد وكنا جبنا source light اللي هو مصدر للضو وبدأنا نحطه على القبعة ونرسم الشادو بتاعنا لو مش فاكرين برضو ياريت نرجع ل ونشوف الاجزاء اللي موجودة بتاعتنا نشوف الشيط اللي بعد كده وهو بيقول drawing my shadow فاتفقنا علشان نرسم الشادو محتاجين ان احنا يبقى عندنا مصدر ده resource of light ونبدأ نشوف الزل حيطلع منين وعرفنا بتاعتها السؤال اللي بعد كده بيقول لك what does the sun look like look like what circle تمام where its color is yellow تمام طيب لما يقول لك what does the sun feel like on your skin ده نفس السؤال اللي هو جاوبنا عليه في الاول اللي هو بيدينا شعور بالسخونة طيب اللي بعد كده can you smell or hear the sun eat a tall تقدر تسمحها تقدر تكلها تمت تزوجها لا طبعا دول الحاستين دول مش شغالين في وصف وصف الشمس طيب بيقول لك ان ليه السؤال ليه بنشوف الشمس far away from us بنشوفها بعيدة ليه الشمس موجودة في الاطار الخارجي من الغلاف الجوي اللي احنا عايشين في الكرة الارضية اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الارض في غلاف جوي حواليها وجوه مجموعة شمسية والشمس دي برهم خلاص يبقى ان ال هي خارج الكوكب بتاعنا اللي هو كوكب الارض وهي ضمن المجموعة الشمسية هناخدها ان شاء الله لما نكبر بتوسط خلاص يبقى احنا بنشوفها بعيدة قوي لان هي اصلا خارج اطار الهلاف الجوي او الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها فعلشان نعمل شبكة المفردات الخاصة بالشمس او هنكتب عنها ان هي light و warm و plants make food اللي هي كمان بتساعد على النباتات تكون الجزاء بتاعها خلاص طيب هنرسم ايه زي ما انتم شايفين هنا بدل الاقتدام وكعب ده هترسم صورة بس بس هتعمل الشادو ده الشادو اللي هو الظل وان الظل بتكون نتيجة ان فيه جسم معتم او حاجة صلبة بتحجز اشعة الشمس على انها تعدي او تنفذ خلال الجسم ده طيب بيسألك سؤالين انا عايز اعرف اتجاهك بالنسبة للظل الشادو ده هو بيبقى قدام مين بيبقى قدامي انا قدام الايه الكيوب او قدام لو انت هترسم نفسك طيب الشمس بتبقى ها وراي يبقى الشمس لما تكون ورايا خلفي الظل بيبقى ايه فرانت ونجربها ونشوف تعالوا اللي بعد كده بتكلم على في سانسيت والسانرايز سانرايز اللي هو الشروق فاحنا هنتكلم على في وقت الغروب الأمر لو خبسيت في السماء كل يوم طول المدار الشهر هتلاقي بيتغير من شكل لاخر وكمان ممكن يختفي ممكن يختفي ليه لانه بيبقى في الجنب الثاني من القرى الأرضية ليه لانه بيبقى في دورانات دوران الأرض ودوران الأمر المجموعة دي كلها بتدور في المجموعة الشمسية ان شاء الله وزي ما قلنا هناخدها على أكبر فاعرف بس ان في بيحصل دوران دوران ده بيأثر في ان الامر ممكن يبقى ظاهر في الكرة الأرضية من جنب ومختفي في الجنب التاني اللي انت عايش فيه خلاص فالصان سيت اللي هي الغروب وعندك القرس اللي هي القرى الأرضية فالصباح اللي بيبقى فيها الشمس طيب بيبقى في النجوم وصفات عملنا شبكة المفردات فحنلاقي اللي هي برايد شاين هود زيها زي مين زي الشمس رابع عليك فالشمس يعتبر بيكي نجم كبير نقدر نشوفه طب ليه احنا بنشوف النجوم صغيرة النجوم صغيرة لانها برضو فاراوي فروم زي ارس بتبقى بعيدة جدا عن ايه عن ارس فبنشوف ها صغيرة زي ايه الشمس بس الشمس بتبنينا كبيرة هي اكبر بمراحل من النجوم لان هي اكبر نجم فعشان كده بتبنينا كبيرة لكن النجوم بتبقى صغيرة بالمقرنة بالنسبة لحجم مين بالنسبة لحجم الارض طيب المون بقى الامر صفاته ايه بيبقى ويت وكول طيب ويت تمام اوكي وكول يعني بارد هيدا همال هو بيناور ازاي بتشوف الامر منور امر بينور منذ الشمس ازاي ان شاء الله هناخدها لما نكبر شوال كدف سنة ربعة هنعرف ازاي في جريت فور ايه ازاي الامر بينور بيقول لك ويت طال وسط زمان ليه ما بنشوفوش لان قلنا بيبقى في ال ازور سايد اف ايه اف ارز تمام اشيتي اللي بعد كده بيقول لك فحنرسم ازاي ان احنا هنرسم المون بتاعنا اللي قلنا ونرسم اللي هي موجودة وبيقول لك عايز ترسم السكاي وال يبقى لونها ايه ال يبقى لونها اسود بيقول لك فحنرسم المون لونه ايه لونه ابيض احنا لسمنا السكاي لونها ايه بلاك ليه لان هي بيبقى بالليل الشمس مش موجودة طيب فحنا عملنا اللي هي النجوم وال صهل خالص ده طيب احنا كنا خدنا السنة اللي فاتت واتفقنا على ان دي صورة بتتاخد اللي هي اللي هي عبارة عن صورة متاخدة منين اما الماب بيبقى وبيبقى لمساحات كبيرة على فكرة يعني جايما انتم شايفين مصر كلها اللي هي ايجيبت كلها دي في خريطة في صورة واحدة اما جزء بتاع الصورة ده فجايبو لك حتة او جزء من نهر النيل الحتة اللي هي بتاعت دلتا دي فهو ما جايب جزء بس مش كلها فبيقولك ان الماب دي فعلشان ما هي كبيرة وبتجيب مساحات كبيرة فبنقدر نعرف منها لانها تمام وممكن تشوف شايف انت الريفر هنا و الريفر هنا زي ما قلنا دي بتاعت الدلتا هنا جيبه من اول والاخ ولكن هنا جايب الجزء الاولاني بس خلاص اخر حاجة معنا بيقولك وبيقولك علشان نقدر نقرأ الماب كويس بما ان هي بتبقى كبيرة فاحنا نقدر كصغيرين نقسمها لسكوير مربعات جزء جزء ونعرف عن طريقه ازاي نقرأ الخريطة طيب بيقولك what squares are next to the square six number six ده خلاص اللي بعده اللي هو ايه اللي هو number five ماشي وده عبارة عن root تمام طيب اللي بعده بيقولك point to the school school number square number one and square number two وبيقولك زكاية القص assemble for items you lost ايه هو الكي ده لو جيت تشوف من تحت في الخريطة هتلاقي مفتاح مفتاح بيعلملك ان بدل ما يكتب جوه الخريطة بيبقى شكلها زحمة ودتوهنة فاحنا بنعمل ايه كي الكي ده بيبقى يا اما رقم يا اما samples اللي هو رمز يا اما رسمة وبيقولك ان red ball اللي هي box number one واليالو number two والجرين number five تمام الكلام سهل وبسيط خالص فبيقولك where is the boss البوس ده بيبقى في number ايه راف عليك وفي number five بيقولك where is the parking log parking يعني اللي هو موقف العربيات او اللي استروحة بتاعتها وده بيبقى فين number three خالص وبيقولك where is the school number one and number two احنا بقى عايزين نعمل التقسيمة ديان في المدرسة بتاعتنا قسمنا الجردن بتاعتنا leave four squares وعايزك تقولي بقى في كل ركن من الارتبين ديان ممكن تقدر تشوف ايه بيقولك what is the living and non-living objects you see على سبيل المثال انت بعد ما هتجيب وحتقسم وحتخط الحاجات عندك هتبدأ تعملهم صورت according living and non-living فعلى سبيل المثال الجنب اللي هو رقم واحد او مربع square number one في class square number two chair square number three tree square number four flower خلاص فقدمتق نعمل لهم صورت according living and non-living فالliving اللي هو tree والflower والnon-living اللي هو chair والتقول طب يقولك what plants do you see what animal do you see على حسب ما موجود عندك بقى في جوردن موجود ايه ممكن تشوفوا من بلانتز عندك tree وعندك flowers وعندك بومز يعني تشوف اللي موجود ايه والانيموكز كمان اللي موجودة اذا امكن وجودها خلاص الجوردن بقى عايزك ترسم بيقولك use shapes to draw garden وشو plants شو water شو sun light شو the soil فهنا رسمت كده رسم مبدئي كده بحيس ان احنا نتعلم نعمل زيه انت عندك هنا sun بالcolor بتاحها والcloud وكمان plants اللي هو steam بتاحها والflower وهنا في water وكمان الارض اللي هي ايه green بيبقى لونها اللي لونها green والسما لونها ايه الازرق واخد بالك it's color is blue خد بالك وانت بترسم او بتقسم الصفحة ان انت تعمل الالوان والاشكال حسب المطلوب الشابطر ده مهم جدا وفي معلومات كتير خالص لو اهتمينا بيها ان شاء الله هي المعلومات الرقومية وحتفيد الاطفار جدا لو اعجبكم الفيديو شيروا رايكو السلام عليكم ورحمة وضبرا اشتركوا في القناة